اشتركوا في القناة القرآن الكريم فإذا هي صالحة كريمة جميلة قال تعالى في محكم التنزيل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم يتجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام على مائدة القرآن ونحن نعيش وإياكم الساعات الأخيرة لهذا الشهر الكريم نسأل الله أن يجعلنا فيه من المقبولين ومن عدقائه من النار اللهم آمين هذه الحلقة مشاهدين الكرام تعتبر الحلقة الأخيرة من حلقات المواجهة بين المتسابقين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية وفيها سيتحدد صاحب المركز الأول والذي سيحصد جائزة المليون ريال تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح الآن دعونا مشاهدين الكرام نرحب باسمكم بأعضاء لجنة التحكيم في هذه الليلة الرمضانية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور أشرف سالم دعكيك رئيس اللجنة حياكم الله دكتور أشرف حياكم الله وبارك الله فيكم أهلا وسهلا دكتور محمد مؤمن أهلا وسهلا أهلا وسهلا وخواتي مباركة إن شاء الله علينا وعليكم حياكم الله فضيلة الشيخ فؤاد سعيد جابر حياكم الله كان الله في عونكم مشايخ الفضلاء اليوم طبعا حلقة حاسمة سيتحدث صاحب المركز الأول تمنياتنا للجميع بالتوفيق اللهم آمين الآن مشايخ الفضلاء سنستقبل وإياكم بمعية السادة المشاهدين أول المتسابقين معنا في هذه الحلقة نرحب بالمتسابق شعيب عبدالقادر باشعيب من مديرية تريم وادي حضرموت مرحبا بك أخي شعيب في هذه المسابقة وفي هذه المرحلة الأخيرة والحاسمة ونسأل الله عز وجل أن يكون التوفيق حليفك بإذن الله عز وجل ومع السؤال اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وَالَّذِينَ كَثَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ حَسْبُك أَحْسَنْتُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكَ فَتَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِكَ نَفِيَّ وَالْقُلُونَ كنا قد استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى تلاوة المتسابق شعيب عبدالقادر باشعيب نتمنى له التوفيق كما هي الأمنيات والدعوات لبقية الواصلين إلى هذه المرحلة النهائية والحاسمة الآن سنستقبل وإياكم ثاني المتسابقات معنا في هذه الليلة المتسابقة نعمة منور خورشيد من محافظة عدن نَفِيَّ وَالْقُلُونَ مرحب بالمتسابقة نعمة منور ونسو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للإجابة على سؤال هذه الحلقة النهائية في هذه المنافسة ونحن في المرحلة الأخيرة التوفيق لك بإذن الله عز وجل اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله سميع بغي عليه ثم بغي عليه ليدخلنهم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه لينصرنه الله إن الله سميع علي ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له هو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير أحسنتي وبارك الله فيك فتح الله عليك ربيع القلوق ربيع القلوق ربيع القلوق عدنا إليكم مجددا مشاهدين الكرام بعد أن استمعنا إلى تلاوة المتسابقة نعمة خورشيد الآن دعونا نستقبل ثالث المتسابقين الواصلين معنا إلى المرحلة النهائية المتسابق أحمد عمر مسعود من مدرية سيئون وادي حضرموت المتسابق أحمد عمر مسعود نرحب بك في هذه المسابقة وفي هذه المرحلة الأخيرة من عمري هذه المسابقة الرمضانية ونسأل الله عز وجل أن يوفقك للإجابة على سؤال هذه الحلقة والسؤال يقول اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى من سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعليم إن الله إن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعزيز إن الله لعفو غفور إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وإن الله انتبه ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وإن الله وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العزيز الحكيم انتبه انتبه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الحكيم وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك هي كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أنا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير حسبك أحسنت مبارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة المجودة سنت جزا الله خيرا المتسابق أحمد مسعود على هذه التلاوة الطيبة والأداء أيضا المتميز نتمنى له التوفيق ولبقية زملائه في هذه المرحلة الآن سنستقبل وإياكم آخر المتسابقات معنا في هذه الليلة الرمضانية المتسابقة مديحة عبد الحميد مهيدي من منطقة السويري مديرية ترين بوادي حضر موت مرحب المتسابقة مديحة عبد الحميد مهيدي في هذه الحلقة والمرحلة الأخيرة ونسأل الله عز وجل لك التوفيق ومع هذا السؤال سؤال هذه الحلقة اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب عليه ثم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب عليه ثم مبغي عليه لينصرنه الله وإن إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِدُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو اللطيف الخبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو العزيز الحكيم لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير أحسنت يبارك الله فيك موسيقى ربي والقلوب موسيقى ربي والقلوب أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام انتهينا من وضع الأسئلة على المتسابقين الأربعة الواصلين إلى المرحلة النهائية ونظرا لوجود تعادل بين متسابقين وبين مركزين من هذه المراكز الأربعة ارتأت لجنة التحكيم وضع سؤال حاسم لإعادة ترتيب هذه المراكز ومعرفة أصحابها سنضع سؤال حاسم للمتسابقة نعمة منور خورشيد من محافظة عدن والمتسابق شعيب عبدالقادر باشعيب من مديرية تريم اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة ومن عند الله من لعنه الله وغضب عليه وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدَوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدَوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَ بَسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطَفَأَهَا اللَّهِ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أحسنتي وبارك الله فيك ربهم والأولوك اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون حسبك أحسنتم بارك الله فيك بارك الله فيك عدنا إليكم مجددا مشاهدين الكرام بعد أن وضعنا على المتسابقين السؤال الحاسم كان معنا في هذه الحلقة المتسابق شعيب عبدالقادر باشعيب من مديرية تريم والمتسابق نعمة منور خورشيد من محافظة عدن والمتسابق أحمد عمر مسعود من مديرية السيئون وادي حضرموت والمتسابق مديحة عبدالحميد مهيدي من منطقة السويري مديرية تريم بوادي حضرموت فضيلة الشيخ دكتور أشرف حب ذا لو تطلعنا بشكل موجز عن النماذج التي سمعتموها في هذه المرحلة وعن مستويات الحفظ والإتقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لا شك أن المنافسة الشديدة كما سمعنا نعم وسمعتم أنتم كذلك هذه التلاوات وهذا الحفظ المتين القوي صحيح المتماسك الذي يعني إن دل على شيء يدل على اهتمام هؤلاء الطلاب بالقرآن الكريم ومراجعتهم له حيث أنهم يشتغلوا بالقرآن الكريم في أوقاتهم نعم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم أمين دكتور محمد هل من تعليق لك في ختام هذه الحلقة وهذا البرنامج أشكركم وأيضا أشكر المتسابقون أو المتسابقين عفوا في هذه المسابقة وكما شهدنا ورأينا هناك حفظ متين وأيضا أداء رائع ومن وجهة نظري أن المتسابقين هذا العام أقوى بكثير من الأعوام السابقة حيث أن آخر حلقة في هذا الموسم حصل هناك تنافس شديد لدرجة أنه حصل تعادل بين اثنين وهذا اندل على شيء إنما يدل على ما يتمتع به المتسابقون من متانة الحفظ وقوة الأداء شكرا لك دكتور محمد شيخ فؤاد ماذا تود أن تقول في ختام هذه الحلقة؟ والله لا أزيد على ما قال الشيخان إن كان شيء أقوله هو أن أقول لا خاسر مع القرآن جميل هذا المقر لا خاسر مع القرآن وبارك لجميع المتسابقين أصل الله عز وجل أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين اللهم أمين دكتور أشرف ختام البرنامج وختام الموسم كلمة تقولها في ختام هذه الحلقة نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أن وفقنا لأن كنا يعني خداما لكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي نحن فيه ثانيا نشكر القائمين على هذه المسابقة مركز أو مجمع الصديق القرآني وكذلك الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وقناة حضر موت ونشكر الداعمين الذين ساهموا في هذا البرنامج العظيم الجليل الذي بلغ سيطه أنحاء العالم في كثير من الدول يتابعون هذا البرنامج وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن كتب النجاح لهذا البرنامج القرآني ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى التحسين أكثر فأكثر في الأعوام القادمة بإذن الله بارك الله فيكم جميعا أيضا نحن أشكركم حقيقة على اجتهادكم معنا وحضوركم طيلة ليالي الشهر الفضيل لتحكيم هذه المسابقة القرآنية الشكر أيضا مشاهدين الكرام لمجمع الصديق القرآني والجمعية الخيرية والطاقم الكبير الموجود في هذا العمل من مصورين ومنتجين وإضاءة وصوت ومخرج وهكذا بارك الله في الجميع نسأل الله أن يكتب أجور كل من ساهم بفكرة بعمل بتواجد بملاحظة تحسن من جودة العمل جزى الله الجميع وكتب الله أجورهم اللهم أمين ختاما مشاهدين الكرام ابتسم لأنك تتمتع بصحة وعافية وهناك من المرضى من يتمنى لو يستطيع شراؤها حتى ولو بأغلى الأثمان ابتسم لأنك حي ترزق وغيرك من الأموات يتمنون أن يعودوا يوما واحدا للحياة ليعملوا صالحا ابتسم لأن لك رب تدعوه وتعبده وغيرك يسجد للبشر وللبقر ابتسم لأنك أنت هو أنت وغيرك يتمنى أن يكون أنت وكن صاحب همة عالية وإصرار متقد واجعل طموحك يتجه نحو القمر في علاه ولو أخطأت حينها جدلا فسيكون مكانك بين النجوم لعلكم تنتظرون إعلان صاحب المركز الأول والذي سيحصد الجائزة الكبرى في هذا البرنامج برنامج ربيع القلوب في نسختها السابعة وكذلك بقية المراكز الذين وصلوا إلى الحلقة النهائية الحاصل على المركز الأول في مسابقة ربيع القلوب الموسم السابع سنتعرف عليه سويا في الحلقة القادمة خلال أيام عيد الفطر المبارك إلى الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت الربيع يا حاويات ذكر البديع جاء الجميع يتدارسون فضائله طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب عبر الدروب هيا بنا نتأمل غرد يا صاح ردت المساء أو صباح تلقى شراح تغشك خير جمائله نادو الرفاق في حفظه نجري سباق فيه الدباق فاز الكتاب وحامله فاز الكتاب وحامله مرهما يشفي الكتاب وحامله ومغرد يا صاحب ربي القلوب